اشتركوا في القناة زي كل ابناء جيله بدأ مشواره في الشارع كان بيحب كرة القدم بطريقة غير عادية وكان بيلعب كرة شراب وكان لعيب كرة شراب ما حصلش وكانت الناس بتحلب بيه في الكرة الشراب ومستوى هو بيلعب في الشارع شافه مسؤول من مسؤولين نادي اسكو اسكو ده كان بيعزب الزمالك وبيعزب الاهلي كان نادي درجة تانية ولما اللاعب درحله قدر يصعد بيه للدور الممتاز ما راح اسكو الناس شافوه استهربوا قالك ازاي ده ما بيلعبش في فأنية تانية يا جماعة قالك لا ازاي واخدوه وسنه كم سنة 17 سنة وغسطة في الشارع لعب مع اسكو في دوري الدرجة التانية وقدر يصعد بالفرقة للدور الممتاز في عام 78 أيوة ونجح مع اسكو ده بعد ما طلع الدور الممتاز سجل 14 هدف وجيه مركزه التالت بعد الكابتن حسن شحاتة والكابتن حسن الشازل اللي راح نطلع عليه كل ده هو بيلعب في اسكو واسكو طلع السادة اللي كان بيلعب فيها دي 78 كان بيلعب ووصل في الدوري العام البركز الرابع الله طب هو فين اسكو الوقت فين اسكو الوقت بغم ان كان شركة شركة غزل ونسيج وفي عام 78 اتنقل من نادي اسكو إلى المقاولين العرب واتدفع فيه مبلغ كان مبلغ كبير قوي ساعتها سنة 78 اتدفع فيه 110 ألف جنيه وكانت تعتبر من أكبر الصفقات في الوقت ده بالنسبة للأندية استطاع لما راح نادي المقاولين حقق معاهم طبعا في الفترة الزمنية الزهبية الفريق المقاولين العرب في فاز معاهم بالدور العام 81 و82 وطولة إفريقيا الأبطال الكؤوس عام 82 وعام 83 وبعد كده ده كان الفترة الزهبية لنادي المقاولين العرب بعد كده حصل خلاف مع المدير الفني اللي هم نادي المقاولين جابه اللي هو مايكل إيغارت كلنا عارفينه اللي درب المقاولين ودرب الزمالك ودرب الأهل والكلام ده كله وحصل مشكلة معاه ما قدرش يتأقلم معاه نادي المقاولين العرب قال لك لا احنا كمان ما ينفعش كده المهم أمخلوه ونقلوه لنادي الإسماعيلي ولعب مع نادي الإسماعيلي ست مواسم أحرز في الست مواسم دول 30 هدف عارفين يعني يعني عارفين لعيب يحرز 30 هدف وبيطلع الثالث في الدوري وحاجة مكسر دنيا ومهارة فردية وأنا بقول لكم لما هنتكلم معاه ده لو بيلعب في أي نادي آخر غير الأهلي غير لو كان بيلعب في نادي آخر زي الأهل والزمالك كان هيبقى لي شأن تاني زيه زيه زي مثلا الكابتن على بوجريشا الكابتن مصطفى رياض لعيبة كبيرة جدا كانت بتلعب في أنديا لو بتلعب في الأهل والزمالك كان زمان ليهم اسم كبير وهو ما حققوا الاسم ده في الأندية بتاعتهم وكان وصل بعد كده لمشواره مع المنتخبات ومع المنتخب مصر وكان مشواره طيب جدا واللي ضمه لصفوف المنتخب لما شاف فيه المهارة الفردية وقال له حاجات هلسه هنتكلم مش عاوزة أحرق كل الكلام ده كله كان المنتخب تحت قيادة الدكتور طاع اسماعي وشارك في دورة اللعاب الأفريقية سنة 78 وأحرز هدفين في مباراة ملاوي وفاز المنتخب المصري ساعتها على منتخب ملاوي 4-2 بعد كده شارك في تصفيات كأس أمم أفريقية 84 وحصل على سنة 87 على وسام الجمهورية من الطبق التانية في عهد الرئيس أنور السادات في عام 82 حصل على وسام الرياضة من الطبق الأولى من الرئيس الراحل حسن مبارك وعقب كده بقى بدأ طبعا وخد الأوسمة ده لما رجع بعد كده المؤولين اعتزل في عام 87 وبعد عدزال الكورة في بعض الناس بلقوا مش عشرة أنا هشتغل مدرب لا هشتغل إداري لا هشتغل في أي هشتغل في شغلانة بره هو تاجه للتدريب تولى تدريب قطاع الناشئين في نادي المؤولين العرب وبيعتبر من الناس اللي هي اكتشفت النجوم لكي أنا فيه ناس كثيرها ويجات معا يقولي إحنا إيه إحنا السابق من الأزمان إحنا تكشفنا محمد صلاح الاكتشاف الحقيقي لمحمد صلاح وإنني كان من نجمنا النهاردة اللي هو هيتكلم معاهم وفيه لقاء بينه وبين محمد صلاح إن شاء الرحمن هنجبهه لكم وكان بيتكلم معاه بعد كده بعد ما سابق المؤولين سافر للإمارات تولى عمل في قطاع الناشئين أو ما بدأ بدأ في نادي الجزيرة الإماراتي لمدة ثلاث سنين وكان ليه تجربة عظيمة جدا 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 وانا عشرتها وشفتها في نادي العين الإماراتي قاعد في نادي العين الإماراتي تسع سنين حقق خلالها سبع بطولات وتدرك فيه تدريب الفرق النادي تحت 13 بعدين 15 وبعدين 17 وبعد تجربة الإمارات دي رجع مصر رجع فين؟ رجع على المؤولين تاني اللي هو بيته اللي هو طلع منه حقق إنجازات كبيرة أوه في قطاع الناشئين وعمل حاجات ملاش أول من آخر المؤولين في الفترة الزمنية الزهبية دي كان بيكسر أي حد يكسب الأهل ويكسب الزمالكت يكسب أي حد وكان ده بنسميه الجيل الزهبي لفريق المقاولون العرب كابتننا النهاردة هو واحد من المواهب الرهيبة الفازة في تاريخ كورة القدم المصرية ألفتوه طبعا نجمنا هو الكابتن حمد نوح تعالوا راحب بالكابتن حمد نوح ونشوف حيقولنا إيه كان بيكتشف محمد صراح والنمي هل هيقدروا يكتشف ناس تانية هو فين دلوقتي بكل الخبرات اللي عنده دي هو فين تعالوا نستقبلوا ونعرف منه كل حاجة اشتركوا في القناة